اشتركوا في القناة 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 قلت لكريم لا تخف إنه مجرد كابوس هيا قم لنصل الفجر وسوف ترحل هذه الكوابيس بإذن الله قال أحمد يجب أن نقوم بقراءة القرآن بصورة منتظمة فنحن لا ندري ما الذي رأاه كريم بالضبط في منامه قلت لأحمد هذه فكرة جيدة ولكن الآن هيا لنصل الفجر صلينا جميعا الفجر وذهبنا للنوم قليلا قبل ذهاب إلى العمل ذهبنا إلى العمل وفي الواقع كان اليوم شاقا جدا عدنا إلى الشقة وتناولنا وجبة الغداء ومن ثم ذهب كل فرد إلى سريره لينال قسطا من الراحة ما حدث مع كريم حدث مع أحمد أيقظني أحمد هو مفزوع جدا وقال يا محمد إن هناك خطب ما في هذه الشقة لقد رأيت مخلوقا ينظر إلي من بعيد ويهددني بالقتل بعدها اختفى قلت لأحمد صف لهذا المخلوق قال أحمد إن وجهه أسود وعيناه لونها أحمر كالدم وله قرنان أما في يده هناك مخالب كبيرة ويمسك بفأسه التي تسيل منها الدماء لقد كان منظرا مخيفا جدا ذهبت رفقة أحمد لنرى كريم ولكنه لم يجب كان باب الغرفة مغلقا بإحكام ظننا أن كريم مستغرق في النوم ليس إلا مرت ساعة كاملة ولم يسيقظ كريم شعرنا أن هناك خطبا ما بدأنا أن ننادي على كريم ونطرق الباب بكل قوة شعرنا بالقلق الشديد على صديقنا فقررنا كسر باب الغرفة دخلنا الغرفة فكانت المفاجأة كريم ليس داخل غرفته كيف حدث هذا؟ ونحن رأيناه بأعيننا يدخل الغرفة ويغلق الباب من هنا بدأت رحلة البحث عن صديقنا كريم بحثنا في جميع أرجاء الشقة ولكننا لم نعثر عليه خرجنا من الشقة وبدأنا أن نبحث عنه في أرجاء المبنى صعدنا إلى السطح فرأينا شيئا جمد الدم في أروقنا هناك خيط من الدم وكأن هناك جثة غارقة في دمائها تم سحبها على الأرض تتبعنا الدماء فكانت الصدمة الكبرى جثة صديقنا كريم أمامنا مقطوعة الرأس جن جنوننا عندما رأينا هذا المنظر حينها علمنا أن هذه الشقة مسكونة لم ندر ماذا نفعل لم يكن أمامنا سوى إخبار الشرطة خلال دقائق قليلة امتلأ المكان برجال الشرطة وجدنا مجموعة من سكان المنطقة حاضرين بدأ عليهم أن الأمر الذي حدث لكريم كان عادية سألنا أحد السكان فكانت إجابته بمثابة الصدمة لنا أخبرنا الشخص الذي سألناه بأن الشقة التي اخترناها كان يسكن بها ساحر هذا ساحر اعتاد استدعاء الجن لتنفيذ أعمال السحر له ولكنه تاب إلى الله فقام الجن بقطع رأسه قررت أنا وأحمد العودة إلى منزلنا وعدم السفر مرة أخرى مهما حدث